اهلا بالمتابعين الكرام في الحلقة الماضية تحدثنا عن ظهور القرآن وجمعه وتطوره من خلال أحرفه السبعة وقراءات وروايات مختلفة وصلت إلى أكثر من 1459 رواية وطريقة في القرن الخامس الهجري وبقي الرقم يتضاعف في القرون التالية إلى أن جاء الإمام البنى الدمياطي في القرن الثاني عشر الهجري ليضع حدا لهذا التضخم ووثق أربع قراءات بعد العشر لتصبح قراءات رسمية للقرآن بين المسلمين لكن دخول آلة الطباعة إلى مصر أثناء الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي بقيادة نابوليوم بونابارت أي 1798 ميلادية وإشراف المستشرق الفرنسي جون جوزيف ماسيل على هذه المطبعة ساهم بالتسريع في فكرة طبع المصحف رغم المعارضة الشديدة من قبل شيوخ الأزهر الذين احتجوا بأن الآلات الطباعة غير لائقة بكلمة الله فأنشأ محمد علي باشا مطبعة بولاق سنة 1822 ميلادية وبدأت بالفعل طباعة كتب العربية ففسحت الطريق أمام طبع المصحف سنة 1833 ميلادية التي تمت برعاية محمد علي باشا الراغمة كما قلنا المعارضة الشديدة من شيوخ الأزهر إلا أن هذه الطبعة الأولى للمصحف لم تنجح كما نجحت طبعة 1924 ميلادية في القاهرة تحت إشراف لجنة معينة من الحكومة المصرية برئاسة محمد علي الحسيني الحداد وكان الغرض منها تأسيس نص موحد من أجل تعليم الديني في مصر هذه الطبعة التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع بوصفها النص الرسمي للقرآن أما طبعة الملك فاروق سنة 1936 ميلادية فقد أجريت تعديلات تانوي عليها وهي برواية حفص عن عاصم وانتشر هذا المصحف بسرعة إلى ما وراء مصر وأصبح متبنى عالميا من المسلمين سنة وشيعة بما جعل معظم المسلمين البسطاء يعتقدون بوجود مصحف واحد بقراءة واحدة وهذا الاعتقاد السائد بعيد كل البعد عن الحقيقة من خلال المسيرة التاريخية للقرآن والمصاحف كما رأينا في هذه الحلقات فلولا التدخل السياسي للخليفة عثمان بن عفان لوقف انتشار مصاحف الصحابة المختلفة وفرض مصحفه بقوة السيف وكذلك الحجاج بن يوسف الثقفي ولولا محاولة ابن مجاهد تحجيم القراءات في السبع فقط وقفل باب للشهاد في قبول القراءات الشاذة لكانت الساحة تعج الآن بآلاف المصاحف المختلفة وربما ظهور فرق إسلامية مختلفة تختلف باختلاف هذه المصاحف والسؤال المطروح هل وصلنا إلى بر الأمان مع توحيد القراءات والمصاحف عالميا الجواب لا بالطبع فوجود مخطوطات قديمة للمصاحف الأولى التي تعود لنهاية القرن السابع الميلادي وبداية القرن الثامن سوف تعيد دراستها من قبل المستشرقين أمثال غارد بوين وغيره لهذه القراءات المختلفة وإظهار الأخطاء التي وقعت أثناء محاولة قراءة النص القرآني القديم قبل التنقيط والتشكيل فعلى سبيل المثال للحصر نجد ظاهرة المد وسط الكلمة بنبرة بدلا من الألف حيث كانت شائعة جدا في المصاحف الأولى وانتبه لها المستشرقون كابوين حين لاحظ في مخطوطة طرص صنعاء دي آ أم سفر واحد شرطة تسعة وعشرين نقطة واحد في صورة غافر كلمة إله بنبرة قبل الهاء ولا يمكن قراءتها إلا بألف المد وقد فطنا لهذه الظاهرة جل قراء المصاحف فنجد كلمة فسواهن في صورة البقرة بنبرة قبل الهاء وكلمة فآتاهم في آل عمران وهادان في صورة الأنعام بنبرة قبل النون وكلمة بأيام في صورة إبراهيم الآية خمسة جاءت بنبرة قبل الميم فكلمة إبراهيم هي في الأصل بألف المد وليست يا قبل الميم والدليل وجودها بدون نبرة في كل صورة البقرة عفوا لا وجود لألف في كلمة إبراهيم فهي في الأصل كما قلنا أبراهام كما هي في العبري وكذلك كلمة بأيد في صورة الذاريات 47 ما هي في الأصل سوى بأياد وكذلك كلمة الشيطان كما جاء في صورة البقرة 36 و 168 و 208 وغيرها هي في الأصل شاطن أو شاطان وهكذا فبإعادة النص القرآني لأصوله اللغوية القديمة يتبين للباحث التطور الذي مر منه النص القرآني إلى أن وصلنا الآن بشكله الحالي فلم يبنى هذا النص على تطور حروف السوريانية من الخط الكرشوني إلى الخط العربي في القرن السابع الميلادي ولكن من خط نبطي في القرون الأولى من الميلاد إلى خط عربي نبطي ابتداء من القرن الرابع الميلادي وحتى القرن السادس والسابع الميلادي حين أصبح الخط العربي مستقلا عن سلفه النبطي وما نقش النمارة كما قلنا ونقش الإله أبداس ونقش شرحابيل وغيرها من النقوش قبل الإسلام إلا أدلة دامغة على هذا التطور الطبيعي للحرف العربي أما اللسان العربي الذي جاء به القرآن فما هو سوى مجموعة لهجات عربية قديمة تطورت عن اللغة الآرامية القديمة وأخذت فرعا خاصا بها كاللغة السوريانية والمندائية والعبرية فيها حمولة ثقافية شرق أوسطية مشحونة بفكر ديني ثقف تقيل من التعليم والطرات السورياني كقصة فيتية أفاسوس أهل الكهف ودوء القرنين الإسكندر ومجلة اللقمان أحقار وغيرها بشكل كبير وبالتعليم اليمني والحبشي بشكل جزئي تكشفه البصمات اللغوية في النص القرآني من كلمات لترجية مسيحية يهودية كما سبقت الإشارة له في إحدى الحلقات فكل هذه الدراسات للشراقية عفوا جاءت استجابة لتساؤلات مهمة في بداية الآية 82 من سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن العجب أن نجد التفاسير الإسلامية للنص القرآني في ظل اجتهاد الفقهاء المسلمين مبنية على التخمين في معظمها فتجد لكلمة واحدة في القرآن العديد من التأويلات ككلمة غسلين الحاقة 36 وحنانا مريم 13 والرقيم في سورة الكهف الآية 9 فلو أخذنا تأويل هذه الكلمة بين قوسين الرقيم من أمهات تفاسير الإسلامية نجد الكلمة تعني اسم الوادي الذي فيه كهف قاله مجاهد وعطية وقتادة المعنى الثاني لكلمة الرقيم دراهمهم قاله النقاش عن قتادة المعنى الثالث لكلمة الرقيم هو اسم قرية قاله كعب الأحبار المعنى الرابع لكلمة الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف قاله السدي خامساً للمعنى كلمة الرقيم هو كتاب في لوح من نحاس قاله ابن زيد المعنى السادس لكلمة الرقيم هي الدوات قاله عكرمة المعنى السابع لنفس الكلمة بلدة بالروم فيها الغار قاله الضحاك ثامناً المعنى لكلمة الرقيم طبعاً أصحاب الغار وغيرها من التأويلات المختلفة فمن الشائع أن تجد في تفاسير علماء الإسلام عبارة اختلف أهل التأويل بتأويل ذلك وكأنهم لا يشعرون بخطورة الأمر في الشق التاني من الآية التي تدعو للتدبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً في صورة النساء الآية 82 ولتأكيد هذا التخمين في نهاية أي تأويل متعدد تأتي العبارة المشهورة والله أعلم نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فكونوا معنا اشتركوا في القناة